اعتبر ديفيد شينكير المرشح لمنصب مساعد وزير خارجة امريكا ان وجود قوات بلاده في سوريا ضروري لمنع طهران من اقامة جسر بري للمتوسط فضلا عن تعزيز مواقع واشنطن بمواجهة روسيا وفي جلسة استماع امام الكونجرس ابدا شينكير تفاهمه للقلق السعودي والاماراتي الامني في مواجهة طهران وقال انه يجب استخدام الدبلوماسية للعمل مع الحلفاء الاوروبيين لفرض العقوبات على طهران بسبب نشاطاتها الاقليمية المزعزعة للاستقرار